موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشري على الأولى إليكم أبرز عنوانه ارتفاع حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا إلى 108 حالات ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية المتخدة تجاوب كبير لأصحاب المهن الحرة مع حالة الطوارئ الصحية وتقديم للخدمات وفق مجموعة من التدابير الوقائية وعيا منهم بضرورة التقيد بكافة الإجراءات المتخدة موسيقى مجهودات متواصلة على الصعيد الوطني لتمكين تلاميذ مختلف الأسلاك التعليمية من التحصيل العلمي خلال هذه الفترة الاستثنائية والنموذج من إقليم إفراء موسيقى موسيقى أهلا بكم نسهل نشرتنا ببلاغ وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه أنه في إطار حالة الطوارئ الصحية تقرر ابتداء من منتصف ليلة أمس منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية كما أن المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية مثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات تسعة عشر تسعة عشر هو رقم هاتفي لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا وفي هذا الصدد تعلن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره قامت السلطات المختصة بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ عشرة ملايير درهم وكذا مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين وللإشارة فإن كل رسالة اس ام اس نحو هذا الرقم تمثل هيبة قدرها عشرة درهم تعلن وزارات الصحة إلى الرأي العام أنه تم إلى حدود اليوم تسجيل ما مجموعه 108 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستورا المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزة والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبر المستشفى العسكري هذا وتهيب الوزارة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلام الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية 24 ساعة على 24 والتي أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية ومن جانبه أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات ابتداء من منتصف ليلة أمس وذلك تبع لتعليمات السلطات التي تنص على منع استعمال وسائل النقل الخاصة والعمومية بين المدن في إطار حالة الطوارئ الصحية وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ أنه سيؤمن الحد الأدنى من قطارات القرب الرابطة بين الدار البيضاء الرباط القنيطرة والدار البيضاء مطار محمد الخامس والدار البيضاء سطات والدار البيضاء الجديدة بالنسبة للمتنقلين لأسباب مهنية مثبتة بالوثائق المسلمة من طرف السلطات المختصة كما هو منصوص عليه من طرف وزارة الداخلية وأهب المكتب بزبنائه الكرام احترام كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمملكة والانخراط الكامل في المجهودات المبذولة من أجل حد من تفشي هذا الوباء المستجد داعيا إياهم إلى الإطلاع والاستعلام باستمرار هذه البرمجة عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية بما في ذلك مركز علاقة الزبناء على الرقم 2255 أو البوابة الإلكترونية على العنوان أو التطبيق المتعلق بحركة القطارات وتفعيلا لقرار حكومة المملكة في إطار حالة الطوارئ الصحية أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تعليق جميع رحلاتها المحلية حتى إشعار آخر وأوضحت الشركة في بلغ لها أنه يمكن للزبناء الحصول على مزيد من المعلومات حول تدابير التجارية المتخذة جراء هذا القرار وذلك عبر الاتصال بالرقم 0894080 بعد قرار فرض حالة الطوارئ الصحية المواطنون يطبقون بروح من المسؤولية هذا القرار مواطنون لازموا منازلهم إلا من دعتهم الضرورة للخروج من أجل العمل أو التبضع روبرتاج من مراكش مع سوميا بالعيش امتتال الساكنة للتعليمات في إطار حالة الطوارئ الصحية يبدو واضحا للعيان بأهم الفضاءات السياحية والمحاور الطرقية التي تخلو سوى من الأشخاص المضطرين للخروج خرجني نتقدى ومطبقة هذاك شي اللي المسؤولين أعطونا باش نقديو يواكن تلبو سيدربي إن شاء الله يكون خير والناس خاصة تكون وعيا على ودات شي رقبح بزاف السلطات والأجهزة الأمنية المختصة بدورها تسار على تطبيق القانون ومراقبة الجولان بالشارع العام المعرى سائق جميع أنواع العربات والضلاجات النارية والعادية ملزمون بالإدلاء بالتصريح بالخروج كلما دعت الضرورة لذلك إنخراط والتزام واضح من ساكنة مدينة مراقشة في المجهودات الرامية إلى محاصرة فيروس كوفيد 19 والخروج بالبلاد من هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت ممكن تضم إلينا مباشرة من مدينة مراقش سيدة لمياش كيري المديرة الجهوية للصحة بجهة مراقش آسفي بعد التحية دكتورة ما يمكنك تقرب المشاهدين من الخصوصية ديال وباء كوفيد 19 والخطورة دياله على الصحة العامة شكرا في البداية على الاستضافة والمواكبات الإعلان لهذه المرحلة ديال الوباء ديالكوفيد 19 بالنسبة لهذا الفيروس ديال كورونا سارس كوفيد 2 هو من بين سلسلام الفيروسات ديال كورونا ولي كيتبب عندو كي يمس الجهاز التنفسي وليمكن ليكون عندو مضاعفات خطيرة بالخصوص بالنسبة للأشخاص اللي تعانيوا من الأمراض المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي نعم دكتورة يعني فرد حالة الطوارئ الصحية هو إجراء في صالح الجامع والكل خصوص يطبقه إذن ما هي أهمية هذا الإجراء في احتواء هذا الوباء؟ هو الإجراء ديال حالة الطوارئ الصحية هي من بين التدابير التي تأخذتها المملكة من أجل استدرى الحد من انتشار هذا الوباء ويمكننا وكذلك يعني نتمكنوا من احتواء هذا الوباء والحد من الانتشار دياله اللي بهذه الإجراءات هادو يعني كنحتو كذلك المواطنين باش يلتزموا بهذا الحجر الصحي ويلتزموا بالمنازل ديالهم من أجل المساعدة لأنهم هما غيمكنونا وغيساعدونا من أجل الاحتواء ديال هذا الداء وتخوج البلاد ديالنا من هاد الأزمة الصحية إذن مدى عن إرشادات اللي ممكن لك تقدميها المواطنين خلال هاد المرحلة وكيفاش يحسون نفسهم خصوصا أن فرد واحد على الأقل من الأسرة كيخرج من أجل العمل أو لتبضع؟ لذلك الإجراءات اللي كنوصي بها ولي كننقول بها بالنسبة ليازم التخذ ديالهم في هاد المرحلة ديال الحجر الصحي هو التزام بالقواعد والوقاية للإعلام كامل كيهضر عليه هو عن طريق ستدير الغسل يدين بالماء والصابون عند الرجوع يعني ذلك الشخص اللي غيخوج عند الضرورة باش يقديش حاجة دونك منين يرجع يغسل يديه بالماء والصابون كذلك هو تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص اللي كتبنت عندهم بعض الأعراض على الجهاز التنفسي وكذلك بالنسبة للأشخاص اللي كيعتصوا لهذا يحاولوا يديروا الوقاية ديالهم والتغطية ديال الأنف والفم ديالهم عند العطس وبينسر راه الوزارة حطت واحد الرقم الأخضر اللي هو ألو يقضى وكذلك ألو 141 عند الإصابة ولا عند بعض الأشخاص اللي ظهرت عليهم بعض العلامات يتصلوا بهذا الرقم ديالهم وغايتم الاستجابة لجميع الطلبات ديالهم ولا جميع الحاجة اللي كيبريوا فيها التوصية ولا الانفورماشون أدوني برابر أسات مالات نعم سيدة لمياء شكيري المديرة الجهوية للصحة بجيات مراكوش آسف شكرا لك على كل هذه التوضيحات نتحول صوب مدينة الدار البيضاء والتي تعيش كسائر مدن المملكة حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كوفيد-19 مواطنون يتفاعلون بوعي تام مع هذه الوضعية الاستثنائية أخذين بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية المعمول بها لحماية الصحة العامة بوشعيب العماري وسوفيان الإبراهيمي صورة تنطبق على بقي شوارع وأزقة ودروب أحياء بقي المدن المغربية بعد دخول القرار الذي أعلنت عنه السلطات والمرصبط بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة إلى أجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المسجد تحت السيطرة هذا القرار مزيان نحتاج كاملين ولنfte من هناك من خرج مش من عاديوا في بعضيتنا ولمعندي من ندير من خرج بره JUSTIN هذا هو اللي كان يعنيappro perceptions وخات الخرج ما عنديش من ندير نبقى هنا قرار ينضاف إلى باقي القرارات التي تم اتخاذها في الأوينة الأخيرة والهدفة إلى حماية الحق في الحياة الذي يستوجب الالتزام الكامل بمحتوياته إلى غيات زوالي السبب والسبب هنا التصدي لفيروس كورونا المسجد أن الناس الحمد لله بدأت تستوعد وبدأت تطبق هذا القانون هذا إن شاء الله باش نمشيوا بلادنا ونمشيوا إن شاء الله بكل حرية إن شاء الله وندوزوا هذه الأزمة إن شاء الله هذا القرار الذي اتخذته الدولة المغربية الحمد لله بالمقارنة مع بعض الدول كإيطاليا وكفرنسا فالمغرب الحمد لله سبق لهذا القرار هذا هو قرار احترازي وصحة المواطنين الحمد لله اللهم ملك الحمد خرجتوا لله لأخوي أنا خرجت أخذت واحد الدولة ورجعت للدار ما عرفت ما عندي في نمشي إحنا الحمد لله إحنا المغربة معروفة متضامن وهذه اللحظة هذه نكونوا متضامنين مئة في المئة باش نوصل ذلك شيء يبغينا باش يقول لي زيرو إصابة بموازاتنا مع قرار حالة الطوارئ الصحية وضعت رخص تنقل الستنائي الواجب لإدلاء بها لتبرير مغادرة مقارة السكن للحاجة وأخرى مسلمة من طرف المسؤولين في القطعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل إجراءات وقرارات والتزام كلها عوامل لمواجهة جائحة كوفيد 19 تعيد إلى الواجهة سمى التضامن والتكفل وهذه المرة لأجل الحق في الحياة أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه تم إقرار إنهاء الإجراء الخاص الذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء من عملية تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم وذلك ظهر اليوم وقد تم وضع هذا الإجراء الخاص عقب القرار الذي اتخذته المملكة والذي يقضي بتعليق حتى إشعار آخر جميع رحلات الركابة الدولية من وإلى أراضيها وقد جاء هذا القرار كجزء من التدابير الوقائية ضد انتشار وباء كورونا المستجد فرض حالة التوارئ الصحية لا يعني أبدا توقيف عجلة الاقتصاد وهو الشيء الذي فطن إليه التاجر والمستهلك الصورة من الرباط حيث يعمل المواطنون على اقتناء مستلزماتهم المعيشية وفق روح من المسؤولية وامتثالا للإجراءات الجديدة التي تفرض التوفر على رخصة استثنائية حسنة بن جابي وحسن سيلة بقلب العاصمة الرباط حركة تجارية عادية فالمحلات التجارية لا زالت تستقطب الزبائن لكن بشكل منتظم بحي المحيط بالرباط السكان ملتزمون بإجراءات الطوارئ الصحية والخروج الاستثنائي من المنسل هنا بهذا الحي رجال السلطة يطالبون كافة المرة بشهادة التنقل الاستثنائية والمواطن مدعو للإدلاء بها المحلات التجارية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين مفتوحة وتموين الأسواق متوفر وكافي للأشهر المقبلة أما المواطن فيتنقل فقط من أجل اقتناء المشريات الضرورية حفاظا على صحة وسلامة الجميع وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني الجميع ملزم بتطبيق حالة الطوارئ الصحية كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة ومع شروعي في تطبيق حالة الطوارئ الصحية يستمر أصحاب المهن الحرة في تقديم خدماتهم للمواطنين في إطار تدابير وقائية عديدة من بينهم المشتغلون في المجال الصحي من عيادات طبية صيدليات مختبرات ومراكز بيع المستلزمات الطبية والذين يساهمون من موقعهم في توفير خدماتهم للمواطنين روبرتاج أمينه النوي قطاع المهن الحرة الذي يضم الصيدليات العيادات الطبية مختبرات التحاليل ومراكز بيع المستلزمات الطبية يواصل تقديم خدماتهم للمواطنين في أول يوم لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب بكل حماس ومسؤولية وفي إطار عدة تدابير وإجراءات وقائية حيث يواصل المهنيون مجهوداتهم لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية كان طمأن الرأي العام الوطني وكان قل بأنه رأى الصيدليات تبقى مفتوحها مهما بلغت الحالة الوبائية في المغرب والدواء رأى موجود لا داعي لتهافت الدواء خذوا الحاجات الأتية ديالكم فقط طلب المواطنين الله يخليكم خليوكم في ديوركم رح ناخد دامين من أجلكم صفتوا واحد إلا للحاجة تقريبا قلصنا يعني الفحوصات بالنسبة للأمراض العادية ولكن مركزين على الكورونا رغمى الاحتياطات لنخذ نخذ دورة اختياطات كبيرة لا بالنسبة للنصائح لنعطي المواطنين باش يبقى واحد المسافة ما بينه وبين الناس اللي هما يعني فريزاق لهم أرسون باش ميقاش داك العدوى بصفة مباشرة وكذلك النصائح اللي نعطيهم من أجل يعني النظافة والتطهير وأقول تطهير من أجل يعني القضاء لهذا الفيروس مختبرات مختبرات التحليل وعيادة طب الأسنان وصلت بدورها استقبال المواطنين وبدوام كامل في بعض الأحيان دون إغفال الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بهذا الفيروس نحن ما كان نحلوش كيف قلت المسألة تجارية نحن في هذه الخدمة لأننا معرضين أكتر ولكن الواجب الوطني قبل كل شيء هو أننا نكونوا جند مرجناتين ورأى صاحب الجلالة لأنه هذه الخدمة واجب إنساني وواجب وطني وجامع المهند الحرة اللي رحى مجندة باش إلى دعاة الضرورة وطلبونا رحنا موجودين باش نعملوا معاهم اليد في اليد الفيدرالي الوطني النقبة طب الأسنان أخذت على العتق ديالها أنها تخرج بلاغ رسمي بأنه من أطباء الأسنان يبقوا يشتغلوا في إطار المستعجالات وما يحبسوش استقبال الناس اللي عندهم استعجالات العيادات الطبيع والصيدليات والمختبرات الطبيع يبقوا يشتغلوا إلى حين أننا نتجاوز هذه المرحلة هذه قطاع المهن الحرة يواصل إذن بكل حس وطني ومسؤوليات تقديم خدماته للمواطنين كما ستعمد بعض المختبرات الصيدليات والعيادات إلى زيادة ساعة العمل ووضع أرقام خاصة بالحالات المستعجلة وفي الشأن التربوي تتواصل المجهودات على الصعيد الوطني لتمكين تلاميذ مختلف الأسلاك التعليمية من التحصيل العلمي خلال هذه الفترة الاستثنائية مجهودات حثيثة للأطر التعليمية من أجل توفير هذه الدروس عبر الوسائط التقنية من إفران روبرتاج عبد الرحيم الشيخي وأحمد الفاطلي عن بعد يتم التعامل مع المتلقي أساتذة يشتغلون على شرح الدروس وجعلها في متناول تلاميذتهم من خلال مجموعات وتلقي الأسئلة بطرق افتراضية أيضا والإجابة عنها خدمة للعملية التعليمية واستمرارها في حالة أن تلميذ ما سعبش مثلا ندرس من خلال يعني من طريقة عن البعد فكين تواصل دائما مستمر أنا بالنسبة لي كأستاذ اللغة الإنجليزية من خلال المجموعة اللي كرينا دي التلاميذ كين تواصلوا معيها كين حاول ننصح معهم التمارين اللي كان صفت لهم تماما كين حاول نشتغلوا وفي نفس الوقت كين حاول ما أمكن أن الجوانب اللي هي مستعصية في إطار كلقين عن البعد أننا نجوزها عن مسافة أربعين كيلومتر يتواجد عدد من التلاميذ الذين يتابعون التحصيل ويواضبون على التلقي في ظرف استثنائي نخلقوا الأجواء تعد دراسة فأنا كنت تبع مثلا الأساسي اللي دير اللي جروف واتتاب كنت تبعهم وكان قلودوا كالدروس وكانت تبعهم وكانتفعلوا معهم فهما مشكورين من هذا المنبار وكان شكرتها لإدارة اللي كتقوم على هذه المجهودة باش أنه يستمر هذا الجو تعد دراسة نسبة المشكلة اللي كان نواجهه إحنا إلى وجهنا نصفطه الأستاذ حيث كل مجموعة يكون فيها أستاذ تجرح لنا إلى وجهنا شي مشكلة نصفطه إليه وهو يقوم بالوجه يبديره وتجرح لنا الجهات المختصة تعمل جاهدة على تحدي الصعاب وتمكن المتمدرسين من دروسهم المقررة فعلا وجهتنا مجوعة من الأكرهات لتنفيذ هذه العملية وخصصا بهذه المناطق الجبلية التي تعاني من الربط بشبكة الأنترنت ولكن كان بدائل وخيارات أخرى لدى المديرية من قبيل تصوير الدروس وإيصالها إلى المعنيين إلى عين المكان وللأقسام الإبتدائية مجهودات خاصة ومتواصلة لتمكين الصغار من مقرراتهم وشرحها والإجابة عن استفساراتهم بالنسبة للتلميذ الذين لم يتمكنوا من الدرس بإمكانهم أنهم بنفس الطريقة التي توصلوا بها بالدرس بأنهم سيصلوا لنا المعلومة بأنهم لم يتمكنوا سنجاوبوا إلى الأسئلة ونضيفوا شروحات إضافية مجهود كبير للأطور التربوية حفاظا على استمرار المنظومة البداغوجية في أداء مهمتها النبيلة في التكوين والتحصيل لدى الأجيال دوليا وعلاقة بتفشي فيروس كوفيد تسعة عشر الصين تعلن اليوم تسجيل إصابة محلية واحدة وخمسة وأربعين إصابة مستوردة وعبر العالم يتم تسجيل العديد من الإصابات والوفيات في ذل إجراءات عدة لاحتواء كوفيد تسعة عشر في مقدمتها فرض حظر التجول عبدوها بكراتي يواصل كوفيد تسعة عشر انتشاره في مئة وتمانية وتمانين بلدا إدفاقت حصيلة الإصابات عبر العالم تلاتمئة وتمانية ألف إصابة وتجاوز عدد الوفيات التلاتة عشر ألف الصين التي تأتي في المقدمة أعلنت اليوم عن ستة وأربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالة عدوى واحدة من داخل أراضيها بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالة محلية وبعد الصين إيطاليا تجاوزت حصيلة الإصابات تلاتة وخمسين ألف وخمسمائة حالة وقارب عدد الوفيات الخمسة آلاف وشرعت عدد من الدول في مد العون للحكومة الإيطالية لوقف تفشي الوباء آخرها كوبا التي أرسلت اثنين وخمسين طبيبا وممرضا شارك بعضهم في مكافحة حمى إبولا في إفريقيا وتأتي الولايات المتحدة بعد إيطاليا في عدد الإصابات حوالي سبعة وعشرين ألف إصابة ووصلت حالات الإصابة في إسبانيا إلى أزيد من خمسة وعشرين ألف وخمسمائة إصابة وأعلنت إيران عن مئة وتسعة وعشرين وفاة جديدة ما يرفع حصيلة الوفيات إلى أزيد من ألف وستمئة بينما فاق عدد الإصابات إحدى وعشرين ألف وفي جل دول العالم اتخذت إجراءات وتدبير وقائية من أهمها فرض حضر التجول ومطالبة المواطنين بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي وطنيا الفنانون والرياضيون ينخرطون في الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا عبر دعوة المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بإجراءات الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل لتطويق هذه الجائحة السلام عليكم لكي نعيش الغد يجب أن نقوم لكورونا نعم للوقاية أزول في اللون أزولي كل المغرب بسكتنجا أرل قويرة رونتيني غيدة دس اللي ولا بدن نقفوز قويات نمعوان باشا نقضوص الفيروس الكورونا لن توقت المسائل غيك اللي تنصح وزارة الصحة تنصح الدولة تنسكر يخص دوري تفقبنا دم دوري مسالها ما دوري السودو أي سير دي فاس النسم زيان يحفظ النظافة يقبل السلام عليكم معكم مريم مبارك بطالة العالم في كيك بوكسين المويدل عندي رسالة الخوتي المغرب بخصوص فيروس كورونا اللي هو فيروس خطير حاولوا التازم بتعليمات اللي اعتادنا من وزارة الصحة والسلطات السلام عليكم معكم مرأة بشدام ولكن مغربي مؤهل الألعاب أولمبيا بطاق 2020 جيت نقول لكم عفاكم بغينا نحميوا بلادنا بغينا نحميوا الناس العزاز علينا بغينا نشوفهم قدامنا ما بغينا يمشيوا لنا بهذا المرض الخطير في التعبير يسيطرع على العالم كامل بلدنا كتعيش وحضر فيها صعيبة ولهذا أريد أن نكون متفاهمين وأريد أن نكون في الدار وإلا تخرج يعني يخوض الاحتياطات اللازمة وخلي مسافة الأمان السلام عليكم معكم أسر بحبوبي لاعب منتخب مغربي بليد تيكو منضو لمنصب بكوفيد 19 غير سنلزم البيوت زينا وللسلزم بالتعليمات يوم أنك الماس أنشطة الرياضي في المنزل لذا كان نصح جميع المغالبة أنهم يلقوا في البيوت زينا ونقوم أوليداتنا لأن نحن في مرحلة شوية جد حريجة السلام عليكم خطي اليوم جينا باش نقول لكم بصوص واحد خليك في دارك خليك في دارك إلا كنت كتسبغي بلادك خليك في دارك إلا كنت كتسبغي حبابك السلام عليكم معكم أمام بالحبيب ملاكما مع المنتخب الوطني المغربي الملاكما ومؤهلا إن شاء الله الألعب اشتركوا المتخب الوطني للتايكواندو. كنبغي نوجه رسالتي لقاء المغربة أنه أحسن حاجة ندره في هذا الوقت هو اللي تزمه في البيوت دينا. معاكم الفنانة يمدح سلم من باب الصحرق ليمي نوجه هذه النصيحة للشعب المغربي كام الكافة بأنه يرد باله مع هذا الوباء مرض كورونا يحيط باسوا عنا إن شاء الله يردوا بالهم مع وليداتهم وردوا بالهم عدياهم وردوا بالهم مع السلام يجدانبوا السلام بليد ويجدانبوا السلام بلوجه ويجدانبوا البسائل اللي هي خطيرة. السلام عليكم أيضا دي السلام. أقيدوا ذنى الظرف الشريفة لو يتنيخ أذو تهوية كوالطانات ونغل عزيني شقير رنس ذوارا مص يامزا المغربي كتا الدارزيس أدن عدو بما قالنا قال إن تترى بيدي عفوة الزجرس. الزجو الغيفون ذات من الخاترين الصح ذنمان دا نحن إن شاء الله. يتخفو زقوفوس أنقيم كيت دارنخ أنثاب عين لكيتوينين. كذلك في العين النون الوالي النون دايث ماثون الغارة النون وركك سوالهم في القيمش لموتك ثدرت هذه السيارة بربرة السلام عليكم يا إثمين مغربيين من المثجة تمني عشاء الله تيرين برح الزغة ونيني وطفهم شاء أي حمدثو ذر النوم وطفهم إلا غطاروا راح ومشاء الله وذون التوقع والهم ليكني ولا يفهم لي ينون ليم الدكانون وتمني عشاء الله تيرين برح معكم صفية مرزاق بطالة هانا فريدة فور كونتاكت وكنوش دريسة لإلقاء المغاربة التعذموا في البيوت ديركم وما تخرجوش خليك في داركم وباش نتغلبوا إلى هذا المرض هذا ومنجيبوش الفيروس اللي دور دينا نووي تحايدو والدينو أطفال صغار ومشاء الله هنتغلبوا إلى هذا المرض هذا جلسوا دارك واش كرانا نخرجوه كرانا نخرجوه نتنفسوه كرانا بلادي ميخرج قدي شغالوه فالقضية واضحة إنسان قصو يأخذت شيء واعي معكم الفنان رشيد برياح كانت مننام جميع المغاربة يحططوا من هذه الوباء الخاطر كورونا فيروس وبحس وطني عال بادر العشرات من سكان مدينة مراكش مساء أمس الخروج إلى شرفات منازلهم وشققهم لترديد النشيد الوطني للرفع من معنويات المواطنين في هذا الظرف الحرج الذي يتسم بتعبئة كبيرة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وقد استجابت نسبة كبيرة من المواطنين لهذا النداء واستحسنوا المبادرة وطالبوا بتكرارها لرفع معنويات المواطنين بعد إجراء الطوارئ الصحية ترجمة نانسي قنقر 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 وفي جديد أحوال التقس ببلادنا تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة زخات رعضية محليا قوية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا من يوم غد بكل من الحوز أزلال بن ملال بولمان شيشاوة جرسيف إفران جرادا خنيفرا ميدلت ورززا توريرت تارودانت وتنغير كما تتوقع نزول تساقطات ثلجية يتراوح السمكة ما بين 10 و40 سنتيمترا بالمرتفعات التي تزيد عن 2000 متر من منتصف يوم غد إلى غاية منتصف يوم الأربعاء المقبل بكل من الحوز أزلال بن ملال بولمان شيشاوة إفران ميدلت تارودانت وتنغير مديرة الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع كذلك نزول أمطار قوية تتراوح ما بين 50 و80 مليمتر خلال 24 ساعة ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم غد إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء القادم بكل من الحسيمة شفشاون المضيق الفندق وتطوان وصلنا إلى نهاية نشراتنا تذكير بأبرز ما جاء فيها ارتفاع حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا إلى 108 حالات